اشتركوا في القناة نقوم بإضافة الفوكس أو التركيز إلى بعض الأشياء أو بعض الأجسام أو بعض الأشخاص في الصورة التي نريد أن نعدل عليها وذلك حتى نقوم بالتركيز عليها بطبيعة الحال وحتى نضيف ضباب إن صح القول إلى الخلفية أو إلى باقي الأجزاء في الصورة من غير الجسم الذي سوف نركز عليه لذا فرى بالتحميل هذا التطبيق للأندرويد موجود أسفل هذا الفيديو إذن سوف ندخل إلى التطبيق ثم بعد ذلك فسوف تظهر لنا في الأسفل ثلاث أزرار الزر الأول الخاص بالدخول إلى الكاميرا من أجل التقاط الصورة الزر الثاني الخاص بأخذ صورة من الألبوم أي من الغالري ثم الزر الثالث الخاص بالبروجيكت أي يمكنك من خلاله الدخول إلى بروجيكت قمت بحفظه سابقا قمت بتعديل فيه صورة ولم تنهي التعديل أو أنهيت التعديل وأردت أن تقوم بحفظ الصورة أو ما إلى ذلك إذن الآن سوف أقوم بإحضار صورة من الغالري أنا قمت بالتقاط صورة مسبقا إذن هذه الصورة مثلا إذن بعد اختيارها سوف يعطيك الميطود أو اختيار الميطود الذي تريد أن تستعملها إما الذكية أي سمارت أو المانيول إذن أنا سوف أختار سمارت حتى أحدد يعني الأجسام والأشياء التي أريدها بشكل دقيق جدا بالنسبة للمانيول فهو أمر متعب وكذلك يأخذ وقت يمكنك الضغط هنا حتى تقوم بتذكر الشيء الذي قمت بتحديده وحتى لا يعطيك هذه النافذة كما يمكنك من خلال الإعدادات يعني داخل التعديل أن تقوم بعمل سويتش إلى المانيول مود إذن سوف نضغط على كنتينيو بعد ذلك إذن هنا يعطيك بعض التيبس أو بعض الأشياء التي يمكنك أن تقوم بها حتى تعدل بشكل جيد على الصورة وحتى تستطيع التعديل بكل راحة إذن يمكنك الضغط هنا حتى لا يدهر لك هذه النافذة مرة أخرى الآن سوف أقوم بإغلاقها إذن وكما تجهدوا معي فيظهر لي الصورة لدينا هنا في هذه القائمة التي يمكننا أن نغلقها حتى نعدل على الأجزاء التي لا تظهر من الصورة بشكل جيد فهذه القائمة تحتوي على بعض الخيارات التي سوف نتعرف عليها الآن لدينا هنا ثلاث نقاط من هنا يمكنك أن تضغط على كلير سكرين إن كنت أخذت بعض الأشياء وأردت أن تزيل الكل يعني تعود إلى الصورة كيف كانت في الأول كما ذكرت من هنا يمكنك أن تقوم بعمل سويتش إلى المانيول مود ثم لدينا بعض الخيارات الأخرى الخاصة بالتطبيق لدينا هنا زر Next أي بعد أن تقوم بالتعديل على الصورة فتضغط على Next من أجل أن تضيف بعض الأشياء الأخرى وتقوم بحفظها ثم لدينا زر الرجوع للتراجع خطوة إلى الوراء عندما تكون تعدل هنا في القائمة فأول زر هو الذي من خلاله أو أول أداته التي من خلالها سوف نحدد الأشياء التي نريد أن نركز عليها في هذه الصورة يدي تمسك سبينر لذا فسوف أقوم بتمرير الخط بهذا الشكل نقوم بوعد الخط بهذا الشكل على يدي وكذلك على سبينر إذن وإن أخطأت فيمكنك العودة أو يمكنك أن تمحي بعض الخطوط بالضغط على الممحات وتقوم بمحو الخطوط إذن سوف أقوم بالتعديل قليلا إذن كما تشاهدون معي سوف نحدد هنا هذه الأجزاء إذن تقوم بالتحديد هكذا مثلا إذن كلما أخذت وقت أكثر كلما تعلمت أكثر وكلما كذلك استطعت أن تقوم بجعل صورك احترافية أكثر لذا قم بأخذ الوقت المناسب أو اللازم ثم بعد ذلك أعدل بشكل جيد على الصورة إذن الآن قمت بالتعديل يعني حدثت الأشياء التي أريد أن أقوم بإظهارها الآن بالنسبة للأشياء التي لا أريد أن أقوم بإظهارها فسوف أختار إما الخيار الثاني ثم أقوم بتحديد هكذا أو أختار الخيار الثالث يعني على حسب ما يلائم الصورة الخاصة بك إذن الآن سوف أضغط أنا على الخيار الثاني ثم بعد ذلك فسوف أزيل بعض الأشياء من هنا تقوم بالتعديل هكذا يمكنك إخفاء القائمة للتعديل بشكل جيد من هنا وتحاول كما ذكرت قدر الإمكان أن تعدل بشكل جيد على الصورة وتحدد كل شيء كما هو إذن هنا لدينا خطرة ماضية سوف نقوم بمحويه كما تشاهدون فستطعنا التحديد على الصورة لدينا هنا خيار آخر هذا الخيار فيمكننا أن نقوم باختيار بعض المناطق الأخرى التي نريد أن أركز عليها وسوف يصبح لونها أحمر بهذا الشكل إذن أنا أريد فقط تركيز على يدي وعلى السبينر ثم بعد ذلك لدينا هنا عين يمكننا أن نعين بها الصورة المهم إذن الآن بعد التعديل سوف تضغط على Next بعد ذلك سوف يضيف لك الثأثير إذن الآن يمكنك أن تتحكم في بعض الفلاتر الخاصة بالصورة وفي التأثير الخاص بالفوكوس الذي أضافه لك وذلك من خلال الخيارات الموجودة في الأسفل فهنا لدينا بلور يمكنك اختيار نوع البلور من هنا كما يمكنك تحديد حجمه من هنا ولدينا هذا الخيار يعني إن لم تحدد بشكل جيد الأطراف فيمكنك أن تعدل عليه حتى تظهر الصورة بشكل الذي تريد كما تشاهد المعي فقد أصبحت الصورة احترافية لدينا هنا بعض الإعدادات الأخرى مثلا هذا الإعداد لعمل فيد يمكنك اختيار إما Natural أو Manual يعني مثلا إن أردت أن تقوم بالضباب أو بوضع الضباب على أشخاص آخرين كنت قد تصورت معهم أو شيء من هذا القبيل أتمنى يعني أن تفهم الطريقة لدينا هنا فيلتر يمكنك إضافة فلاتر للصورة ثم لدينا Effect يمكنك إضافة بعض الأشياء الأخرى يمكنك معينة الصورة كيف كانت وكيف أصبحت بالضغط على هذا الزر كما تشاهدون معي كيف كانت ثم كيف أصبحت هنا من خلال ضغط على Save يمكنك حفظ الصورة ثم هنا يمكنك مشاركة الصورة حفظها كبروجيكت وإعداد التطبيق وحفظ الإعلانات ذلك خاص بالتطبيق إذن الآن سوف نضغط على Save لحفظها كصورة نضغط عليه وسيتم حفظها بهذه الطريقة يمكنك أن تجعل صورك التي تلتقطها من خلال تفك الأندرويد احترافية وكأنك أخذتها من خلال كاميرا DSLR فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نعيز هذا الفيديو إن أعجبك وأفدك فلا تنسى دعمي بدغت على زر لايك كما لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع ولا تنسى كذلك الاتحاق بعض صفحات الاشتماع فيسبوك وغو بس كما لا تنسى دائما زيارة موقعه ولا تنسى الاشتراك بقناتي وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصل بكل فيديوهات التي أقوم بنشرها كنت معكم أنا إياب من قناة ومدونة ديموني التقنية دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة